نفس السؤال انا هرجع لحظة لك في برنامجك الانتخابي بناء على الملفات اللي انت شفتها في النادي زمانك وإيه اللي محتاج من زمانك احمد برضو اخذ يعني تفكيرك في ليه دخلت في التوقيت ده في البداية انا بشكر حليكا على استضافة جميلة كابتا محمد انت من العلمات البرزة في الكرة المصرية مش بس في النادي الاهلي وانا من الناس اللي بحبك على المستوى الشخصي وبرحب زميلي المحترم استاذ حسيم المندور طبعا احنا اخدنا القرار لان احنا بنعتبر ولاد النادي زمانك اللي فعلا نتربه في النادي زمانك انا في النادي من هنا عندي خمس سنين سواء في المدرجات او في النادي كنادي اجتماعي الرياضي وهو نادي الزمانك حاليا النادي الزمانك بيمر مرحلة صعبة على مستوى كرت القدم المستوى الانشائي الاجتماعي الرياضات السلة طايرة يد مش عايز يعني عايز اسكر كل الالعاب الجنباز التنس التنس التوضى كافة الالعاب داخل نادي الزمانك نقدر نور ان هي بتمر مرحلة عدم استقرار احنا في برنامج الانتخابي طبعا هنشرحه على مدار الحلقة عشان بس مش عايز اخذ من وقت اقساس حسام هو ان احنا نرجع لنادي الزمانك القيمة الكبيرة في الالعاب المظلومة بالذات الالعاب الجماعية لان دي اللي موجود فيها كابتن محمد الاعضاء هو نادي الزمانك اللي بيدوك صوتهم يوم الانتخابات بجد عندهم مشاكل في مع ولدهم وبناتهم من ناحية الملابس من ناحية المكافآت المرتبات تمرين في النادي مفيش مكان صالح انهم يتمرنوا فيه فبتمنى ان احنا ان شاء الله كمرشحين الفترة القادمة بعد الانتخابات نبارك لذلكسبان كنت نقص النادي الزمانك دي؟ طبعا طبعا احنا بنشوف في نادي الزمانك حاليا خلي بقى حاجة سيبك من كلامة دي على السوشيال ميديا والتنافس احنا بنشوف بعض في نادي الزمانك سواء كمستقرين او كقايمة او قوائم تانية لان في بعض القوائم هتوعد من خلال 48 ساعة بنشوف بعض وبنوعد في النادي كنادي اجتماعي احنا كلامة ربين مع بعض يعني مثلا انا على منصب النائب انا معروف ان انا بدعم النائب هني العبتال لكن بشوف كابتن هشام ناصر بنسلم على بعض بعض معايا حتى قاعدت معي يوم الجمعة قاعدة عابرة كان معادي هو في حمام السباحة كنا انا هو وكابتن خلد لطيف ومهندس هاني زادة قاعدين قاعدة فيها ود واحترام ده ما كانش بيحصل احمد قبل كده؟ عايز السراحة؟ اه لا ما انا بكنام بصراحة انت بتواجه خلابات جميعا عمومية اعضاء جوه معاك في النادي فاشا شايفين كل التفاصيل يعني والله كان في حالة احترام ولكن التنافس يمكن بيعدي بعض الخطوط الحمراء اللي احنا كنا بنشوفها ولكن لما بنقابل بعض الله يا كابتن محمد بننسى كل الخلافات دي بنفتكر ان احنا ولاد كيان واحد وهو كيان نادي الزمالك وهو موجود من 1911 الكاثبان المرة دي الخسران هيقله ألف مبروك وبعد أربع سنين يعيد التجربة ممكنة اقول لي يا احمد انت فكرة القايمة نفسها او القايمة يعني موجود جوا قايمة هل يعني بتستعد ان انت تلقى 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 قايمة نقدر نقول ان احنا فيه تكتت يعني فيه مصطلح القايمة اللي طالع مانا برضه عشان فيه ناس فيهم التصريحات المبارح مع الزميل المحترم هني هتحوط غلط ان انا بهجم القايمة الموحدة انا ما هجمتش حد انا قلت انا رد فكرة مصطلح الموحدة بان هي ممكن فيه ناس تاخدها ان الاثناشر واحد احسن من كل الموجودين ما استيس حسن معناه هو رجل متعلم ومحبوب في النادي وفي دايرته هل ده معناه ان هو الاثناشر الواحد التانيين احسن منه في حاجة لا كلنا ناس محترمة منافسة منافسة شريفة يا جماعة فيه اكتر من سيفي محترم من الشرط ان انا اختار اثناشر واحد هو مش قرآن او لهم مني كاميرا الاحترام ولكن فيه تكتلات تانية هتعلن قبل الانتخابات بـ 48 ساعة اظن 24 ساعة اقصر واظن ان هيب عليها اقبال جامد من الجامعية العمومية لان الجامعية العمومية داخل النادي افزا مالك ما بتهتمش بسوشي الميديا انت ضمن انك تكتب اللي بيقوده مين المعلن النائب هاني العتال او الاستاذ هاني العتال اه لان انا قبل ما اتكلم مع المهندس هاني العتال انا تمنيت ان انا اكون معاه وانا حاليا معاه بشكل رسمي داخل النادي لان انا شفت الشغل اللي هو عامله جوه النادي ويمكن حسين بيه وانا كنا بنتكلم قبل الهوى الراجل دفع للهانبول القيد المتاخر اللي كان عليه دخل في الجنباز تنس التوضى ديدي يعني مش سايب لعبة الا فيها بصمته والنهاردة كان بيوزع الملابس الاصلية بدون ذكر البراند يعني او ريال امور والاعضاء حل جزء من الازمة اللي كانت بتشغل بالك كثير من الاعضاء من بدرا اموريش انا في النقطة دي ليه ما كنتش بيبتل سايزان هاني مسلا بتدخل موجة نظرك حتى اني خلال الازمة او سابقا مالحلية او سابقا انا بكذا هو نادي زمالك ايا كان بقى هو نادي زمالك يعني النهاردة بارع بقره هو نادي زمالك طيب أنا معاك في الحكاية دي وعارف حقيقة عايزة يعني تناقش أنا فكرة لكن قبل ما هو يتدخل فين الناس اللي اتدخلت ويحل أزمته مع نادي أسلامالك هاني العثال كان من الناس اللي اتحربت جامت جوه نادي أسلامالك قالوا إن قناته استضافوا فيها بعض الناس اللي بتروّج لتدمير نادي أسلامالك مع إن الناس اللي بيروّجوا كده هم منازلين الانتخابات كانوا بيطلعوا عنده في القناة كانت هو المنبر الوحيد لاتضافة الأعضاء اللي كانوا موقوفين من دخول نادي أسلامالك بدون ذكر أسماء لأننا الجميع أنا علاقتي بيه كويسة أنا بغت وخطر المهندس هاني الزادة إن علاقتك طيبة بكافة الناس وهي دي السياسة اللي واضحة إن احنا بنمشي فيها في نادي أسلامالك ولكن الواقع إن قناة هاني العثال بدون ذكر الأسماء كانت بتستضيف الناس اللي كانت شايفة من وجهة نظرها إن هي ممنوعة وتظلمت من دخول نادي أسلامالك فكانت منبر لكتير من الزماركوية قبل ما يكون الزماركوية أنت وزق لك أحشو متاح للأسوز هنا عالتالي إن هو يساعد نادي الزمارك الراجل ساعد على قد ما يقدر لا أنا بكلام في الصابق هو على مدار التاريخ سواء هو أو الحاجة مجدر عالتال كان ليهم بصمتهم داخل نادي الزمارك يعني مجدر عالتال من الناس اللي سهمت في حل أزمة شيكابالا عام 2010 عشان ما أخدش من وقت حياة كتير يمكن حسين بي كان معي في النادي وكان في ندوة مشتركة مبارح أو ريال أمور في كورت الريال دي كانوا بيكلمون مبارح عن حل الأزمة الخاصة بهم من النائب هاني العالتالي طيب بردو سيساهم